نرجع تاني النهاردة بقى مع بعضينا نبدأ نعمل شيت كده نجمع فيه اكتر من حاجة من اللي احنا اخدناهم في الدروس السابقة ونبدأ برضو ناخد اكتر من تركاية احترافية تعرفنا ازاي نتعامل مع الجدول من البداية ونصممه فهنفتح شيت اضافي بجانب الشيتين دول اللي احنا اتكلمنا عليهم وليكن شيت تلات هنبدأ نعمل فيه اكتر من خطوة او هنعتبر ان احنا بنصمم الشيت الجدول في الشيت ده من جديد فاي حد بيسأل على طريق التصميم جدول من في الاكسيل يراجع معايا الدرس ده هيفيده جديد كتير جدا وهنلاقي فيه اكتر من حاجة زي الترقييم التلقائي اللي هو الترقيق انواع كتير من الترقييم التلقائي منها اللي بيتأثر بالفلتر ومنها اللي بيتأثر بحسف السفوف ومنها اللي هو سابت لا بيتأثر لا بحسف الفلتر ولا حسف السفوف وهنبدأ ناخد مع بعض اكتر من تركاية ازاي برضو نعمل نحدد الجدول اه نخليه جدول يبقى شكله منصق وبردو اه نقدر نختار الستايل بتاعه او الشكل بتاعه باكتر من قالب متعدد طيب نبدأ على بركة الله مع بعض كده في البداية خالص انا عندي الصفحة زي ما فتحت كده الشيت لقيتها من اليسار لليمين طيب اول حاجة قبل ما حضرتك تبدأ حدد لنفسك انت عايز الصفحة من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين بناء على الخطوة دي حضرتك هتدخل على اه وهتبدأ منها تختار او تلاقي حد يعرف كلمة شيت رايت توليفت يعني اتجاه الشيت من اليمين الى اليسار طب ندوس عليها كده ونجرب خلالي الشيت بتاعي دلوقتي من اليسار لليمين بقى حرف الايه هنا اهو اهو طبعا الاكسل زي ما اتفقنا بيبدأ معايا هنا الاعمدة بالحروف الابجدية اي بي سي وهكذا الى ما لنهاية تمام وبيبدأ الروز او الصفوف من واحد للعدد اللي حضرتك عايزه وقبل كده قلنا عدد الصفوف وعدد الاعمدة في الاكسل طيب دي مش موضوعنا موضوعنا دلوقتي ان انا عايز اخلي مثلا عندي هنا المسلسل او عايز ابدأ بحاجة زي كده طيب انا اولا هاعمل جدول مثلا وهنسميه اه مدرسة مثلا سوري هنعمل جدول ونخصصه مثلا لمدرسة او لمدرسين او الكلام ده كله عشان نطبع عليه اكتر من حاجة زي منها الفلاتر او الدول زي الدولة اللي هي الجامعة التلقائي او الحاجات دي هنبدأ ناخدها عملي طيب نعمل ايه انا عايز الجدول يبقى معايا من اليمين لليسار يبقى انا هسيبني من دي خالص وهرجع تاني لو انا على تابويب هوم هدخل على باجد وهاجي على كلمة وهدوس عليها كده خلالي اتجاه الصفحة من اليمين لليسار ودي بترد على حضراتكم بالنسبة للناس اللي سألت ازاي يحول الشيت من اليمين لليسار او من اليسار لليمين يبقى كده جاوبنا على نقطة في الدرس ده واحنا بنعملها معايا طيب تمام هنرجع مع بعض هنا وهنكتب مثلا هنكتب الاول هيبقى لازم يبقى فيه دباجة ان انا ابدأ بها الجدول بتاعي قبل ما فهنقول مثلا مديرية التربية والتعليم بمثلا ايه محافظة ونسيبها فاضية مثلا ماشي طيب تحتها هنكتب ادارة نقط التعليمية طيب هتقول لي هو ليه بيدخل معك من خلية لخلية هقول لحضرتك انت اول ما تبدأ تكتب هو تلقائي بيدخل ما بين الصفوف دي لحد ما حضرتك هتعمل تركاية دلوقتي هنشوفها تحدد له اذا كان يخرج براها او لا طيب هنجي تحت ايها ونكتب مثلا مدرسة نقط الابتدائية مثلا او الاعدادية نقول مثلا مدرسة نقط الابتدائية اصحوا معايا وركزوا في الدرس ده هينفعكم جدا في شغلكم ان شاء الله طيب اول حاجة هنبدأ نعملها في الشيط بتاعنا ان انا اشوف الاول انا عايز الفونت هنا كامل اتفق ان انا بحدد حجم الفونت من هنا لو دوست هنا بيرفع معايا درجة يعني مثلا عندي هنا اللي بعد ال 11 12 وبعد ال 12 14 بمعنى ان انا لو دوست كده هيبقى 12 بعدها المفروض هيبقى كام 14 تمام طيب انا خليت دلوقتي دي ايه تاني ممكن اعمله اخلي الفونت تقيل طيب تمام عايز بقى اوسطا الكتابة دي فقدامي طريقتين ممكن هاجي هنا كده وهاجي على ميرج اند سنتر اللي دي وادوس عليها فخلالي دي كلها خلية واحدة ده مجلي اكتر من خلية خلها خلية واحدة طب نجعل تحتها كده الادارة التعليمية وناخد نفس المساحة بالزبط ونيجي على ميرج اند سنتر خليها لي برضو تحتيها بس فالنص اللي بعديها برضو نفس البعد بالزبط وهنجي عليها هنا ونعمل كده طيب انا لو مش عايز اعمل دي بقى كده وعايز اعملها بطريقة تانية ايه هي انا الاول حددت دي كده وروحت جايبها وده اسميرج اند سنتر في عندي حاجة بتختصر معايا التنسيق بتاع الخلية لو انا عملتها مثلا فونت تقلتها خليت الكتابة احمر خليتي الحاجة يعني لو انا مثلا خليت الكتابة احمر هنا كده وخليت دي تقيلة وجيت على تحت دي بدون معمل اي حاجة بس احدد دي كده ودوس اف اربعة اف اربعة دي وظيفتها في النصوص هنا او في الاكسيل ان هو بيتطبق لي اخر اجراء عملته لو انا خليت مثلا هنا فونت تقيل مثلا ستاشر خليت تحت الكتابة خط اا خليت الكتابة ميلة خليت لون الكتابة احمر مثلا ودست اف اربعة هيعمل لي كل الاجراءات دي باجراء واحد كده تمام طيب نرجع تاني كده اي دلوقتي انا عملت دي خلاص كانت هنا وعرفنا ان انا برضو لو عايز اخليها من نص من هنا ولو الكتابة عالية فوق زي كده تحت هنا هي وعايز الكتابة تبقى في نص الرو هدوس على هدوس على ميدل اللي هي دي بتخليلي الكتابة في النص تمام طيب نرجع تاني اندو بكنترول زد وخلاص خلينا دي معانا دي هنا دلوقتي هنجي نحدد دي كده تمام لو لاحظته هو عمل الاجراء اللي انا عملته قبل كده لان انا دست اف اربعة فارجع كنترول زد وادوس مرج اند سنتر تمام طيب هاجي هنا في اخر حاجة دي كده وحط خط تحت اخر سطح يبقى انا خلاص مدرية التربية والتعليم بمحافظة وسبتها فاضية ادارة اي ادارة بقى التعليمية مدرسة حاجة التعليمية هنجي في النص هنا مسلا او هعمل جدول بس انا وصلت لحد كده في اجراءين لازم اعملهم قبل ما ابدأ اكمل شغلي اول اجراء ان انا ابدأ اسمي الملف بتاعي عشان لو الكهرباء قطعت او لو في اي حاجة ابدأ اسايف بناء عليه وابقى عارف محدد الملف بتاعي هو فين او مكانه فين فهبدأ الاجراء ده ممكن اعمله بداية من اول كلمة فايل سيف از وبختاري المكان اللي انا عايزه زي الديسك توب مثلا هنا واقول له مثلا ايه هسمي الشيت باي حاجة هنا او ارجع تاني زي ما كنت وعايز الاختصار ده بدوسها واحدة هدوس اف اتناشر في الكيبورد هيجيب لي برضو سيف از هبدأ اختاري المكان اللي انا هسايف فيه واقول له مثلا جدول مدرسة نقطة الفلانية ماشي دي ابتدائية بني بقى نقولي الابتدائية واقول له حرص دي اول خطوة عملتها طيب الخطوة التانية هتحدد لنفسك او تتخيل حضرتك انت عايز الصفحة بالعرض ولا بالطول هتقول لي هتفرق معايا في ايه هقول لحضرتك لو بتعمل جدول والخلايا بتاعته كتير مثلا كده يبقى مش لازم اعمله افقي زي ما هنعمل دلوقتي كده لو عملنا دلوقتي هنا جينا هنا وطبقنا اول بوردرس على المجموعة دي ودوسنا كنترول اف اتنين معاينة اتباعة هلاقي الصفحة نصها برا مش موجود معايا طيب نرجع تاني كده طب هتقول لي عرفت ازاي انه نصها برا هنيجي مثلا هنا ونكتب اي حاجة في الجزئية دي ونيجي اتفقنا ان انا لو عايز اضيف اعمدة بقف على العمود نفسه وادوس في الكيبورد كنترول زائد بيضيف لي عمود لكن لو في الصف وعايز اضيف صف بادوس كنترول زائد بيضيف لي صف كل كنترول زائد بصف تمام لو انا عايز اشيل صف كنترول ماينس او كنترول ناقص يشيل صف عايز اشيل عمود كنترول برضو ناقص بس اكون معلم على ايه على العمود يعني انا هشيل عمود ماجيش اقف هنا كده واقول له كنترول ناقص كنترول ناقص هنا هيشيل صف لكن لما اجا اقف على العمود او ما اقفش على العمود من هنا اقف على العمود من الرأس العمود من فوق منين من الحرف مكان اللي ظاهر قدام حضرتك معلش شواء الشرحة طويل شوية بس انا بتطرق معك لكل المشاكل اللي ممكن تقابلك في شغلك تمام طيب بعد ما دوسنا اف اتنين ورجعنا للصفحة هنلاقي هنا كده في خط خفيف قوي باهت مش بين قدامي الخط ده بيقول لحدود الصفحة بتاعتك هنا يبقى دي صفحة ودي صفحة ودي صفحة طب لو جينا كده وعايز اخفي مجموعة اعمدة مع بعض ما زيدول مثلا بحددهم من فوق من هنا زي ما اتفقنا هو من رأس العمود بفضل دايس كليك شمال بالمقوس وامشي به بيمشي معي على المساحة اللي انا عايزة وادوس في الكيبورد كنترول ناقص خلاص هو شالهم بس هنا لو لاحظنا هلاقي الجدول هنا خارج عنده اعرفوا ازاي هنقولي الاخر هنا ده صفار اهو وهنا اخر الجدول خالص طبعا صفار هو بيقرأ قيمة الصفر على اساس انه مفيش قيمة في الاكسل صفر فهو بيقولك لا في حاجة غلق فنخلي دي اربع تسعات مسلا ودي كام اربع خمسات عشان نميزهم حتى ماشي طيب نروح نعمل كده كنترول اف اتنين ونشوف معينة الطباعة لقينا الاربع تسعات بس هي اللي جاي معي ليه لان الصفحة هنا افقي طيب يبقى انا خلاص حددت نفسي ان انا هعمل الجدول بالعرض فهاجي جاي على بيتج لي اوت وهاجي على اتجاه الصفحة وهخليه بدل بورتريت هخليه لاندس بيس لو بصينا هلاقي هنا الخط الباعت اتحول من جنب التسعات بقى جنب الخمسات ليه لان دي اصبحت حدود الصفحة معايا طب اني اعرفها ازاي دوس كنترول اف اتنين كده هتلاقي الصفحة معاك بقية منصقة طب في حاجة تانية انا لو عايز بقى اوسع الهمش هنا اصغر شوية هنا وصغر شوية هنا اول حاجة ممكن اجيبها من هنا من بيتج ست اب ماشي وابدأ هنا ده الريت وده الليفت وده التوب وده الهيدر نفسه اللي فوق وده الفوتر وده البوتوم طيب انا عايز اعملها بطريقة كروكي كده يدوي واشوف قدام عيني معاينة ممكن حضرتك هتيجي هنا اللي هي شو مارجنس وادوس عليها هلاقي اعمال لي كده ابدأ افتح بقى الصفحة من هنا ومن هنا كده بالطريقة دي يبقى انا كده حددت النفسي انا عايزة عايزة اخليها من هنا تدخل جوة شوية اه تمام فانا بكده واصطنت الصفحة بتاعتي شوية طيب نرجع تاني كده من باك انا او بتدوس سكاب في الكيبورد ونرجع لجدولنا طيب هنشيل خلاص الجدول ده هندوس ديليت وزي ما ممكن عايز تخفي الجدول كله حدد عليه كده هزي ما قلنا من رأس العمود نفسه اهيه ودوس كنترول مينوس كده الجدول اختفى معاك او ترجع تحدد عليه وتلغي البوردرز من طائمة الاعمدة اللي هنا او البوردرز تمام طيب انا عايز بقى الجدول هنا بدأت فيه عايز هابدى اكتب صيغة او نص بيبين هو ده جدول ايه فهابدى اقول هنا ممكن اجيء عليهم كده احدد المجموعة اللي انا عايزها واقول له ميرج اند سنتر كده خلاص ده مكتوب تمام وابدى اقول جدول السادة مدرسين المدرسة وطبعا هنا هنقول جدول مرتبات مثلا شهر ابريل ودي نخليها بدل السادة نخليها للسادة طيب انا خلاص عملت دي كده هابدأ زي ما اتفقنا هواستن الخلية ايه وابدأ اخليها ستاشر وخليها بولد تقيلة تمام فاصبحت هي معاك هابدأ من تحتها كده هسيب السطر ده وابدأ السطر اللي بعده واشوف انا عايز كام خلية طيب انا مش هحد ولا هكتب اي حاجة هاجي بس هنا هكتب ميم اللي هو مسلسل بعدها الاسم طيب نخلي الاسم مثلا هنقول الاسم سلاسي وهنا هنقول الوظيفة هنا هنقول مثلا المرتب جنبها هنقول ملاحظات طيب انا هخلي الكتابة دي كبيرة جدا بحيث انها هي تعدي حدود الخلية فاجي معلم كده تمام لو لاحظنا الكتابة دخلت في بعضيها طيب وعندي كلمة المرتب دي اخليها المرتب بالجنيه انا اصدت اكتب بالجنيه بس عشان اخلي كلمتين في الخلية دي عشان هوريك حاجة دلوقتي هنعملها طيب انا عايز بقى اوسطني الخلية دي كلها هنجي محددين كده على مجموعة الخلية دي بس مش من هنا بقى هنجي فين الخلية دي واخده فين واخده لغاية هنا فهاجي معلم عليهم واقف هنا كده وادوس انا عملت ايه نرجع تاني كده شوية لو جيت هنا كده وحددتهم وعملت اللي انا عملته دلوقتي كده مش هتطلع مظبوطة معايا هتقول لي ازاي هقول لحضرتك حدد كده اللي انت عايز تفتح الاعمدة بتاعته واطلع فوق على رؤوس الاعمدة ما بين اي عمودين كده وانت ماشي على العمود بيعمل ساهم كده ما بين العمودين هيعملك هيعملك كده او آآ زائد وانت واقف كده هتدوس دابل كليك ورا بعد او دستين ورا بعد بالكليك شمال بتاع الماوس نجرب كده هو عمل ايه دلوقتي تاني معلش اهيه هنا انا لما دست دابل كليك اديت كل خلية على قد حجم الفونت بتاعها يعني هو بيعملك احتواء تلقائي للخلية من اول ما بتدوس كده فبيحدد لك على قد الخلية بالزرط طيب نيجي هنا على مسلسل وهنكبرها شوية وهنحددهم برضو تاني هنا ونخليهم في في الوسط تمام طيب ايه تاني عندي ممكن اعمله بقى في الجدول ده هنيجي المرتب بالجنيه انا عايز اخلي بقى كلمة بالجنيه تحت المرتب هتقول لي هتيجي تقف كده ما بين المرتب وما بين الجنيه وتدوس انتر هقول لك غلط بيسيبك وينزي الخلية اللي بعدها انتر بينزلك الخلية اللي بعدها طيب انا عايز انزل بالكتابة التحت طيب هقول لحضرتك لو انا عندي الخلية كده وعايز الكتابة تبقى محاذية فيها بدون ما اعمل اي تحكم مني هحدد الخلية زي كده واروها على كلمة راب تكست وادوس عليها هو نزلها لي ايه ده بيعمل احتواء تلقائي للخلية تمام طيب التركية التانية ان انا ممكن اجي كده في النص ما بين الاتنين وعايز كلمة بالجنيه هتنزل تحت المرتب بقف بينهم وبدوس في الكيبورد ودوس انتر مهمة في الكيبورد ان هو بينزلك سطر تاني في نفس الخلية عرفت لي انا كتبتلك هنا كلمتين عشان اوريك دي هتمشي ازاي تمام وممكن كمان لو عايز ابدأ انا بحدود معينة هنا انا خلاص دامج الخلية وكل حاجة بس عايزها ايه تي هنا شوية بابدأ اقف في الخلية هنا بلاقيه على المهالي هنا بقف قبلها كده دوس كليك شمال بالماوس ودوس بالمسطرة المسافة اللي انا عايزها ودوس في اي مكانة لقيه حددها لكده تاني اهي عندي ادارة مثلا اهي اهي وبرضو المدرسة نفس الموضوع اهي هنسيبنا بالترقيم خالص دلوقت هنيجي هنا مسلا الاسم سلاسي نقول محمد احمد خالد طيب انا هنا كتبت اسماء السادة المدرسين الفونت هنا احداشر هشوف انا عايز الفونت هنا في الخلية هيبقى كام هخليه مسلا نخلينا كده مسلا هنا على المساحة دي كده ونخليه كام اتناشر او اربعة خليه اتناشر تمام ونخلي الفونت طيب هنيجي هنا في الوظيفة هنيجي على المرتبات مسلا ونقول اربعة الاف انا دلوقتي خلاص عملت الجدول قدامي وما فيش حدود اول حاجة ممكن اوقف على الجدول كده واخد الحدود اللي انا عملتها دي ممكن اوقف على الحدود دي واخد الحدود اللي انا عملتها دي كده معايا وهاجي هنا واقول له بجيبها منين من اول هنا هنا تمام كده انا عملت حدود معايا وفي طريقة تانية ان انا بعلم على الجدول اللي انا عايزه ده واقول له كنترول تي فهو بيقول لي الخلايا بتاعتك هتبدأ من الخلية كزا للخلية كزا طيب انا هو ابدأ اقول له اوكي لو بصينا كده هلاقي هو عملي اشكال جدول ديناميكي محتربة لكن عملي فيه هنا فلتر وانا مش عايز الفلتر طيب لو لاحزنا اول ما عمل الجدول اداني هنا اكتر من ديزاين شكل للجدول ممكن اختار منه الجدول اللي انا محتاج شكله تمام ننزل مع بعض كده ونشوف مجموعة الجداول اللي هو مدياني كده هنلاقي حاجات كده جميلة جدا وعظمة نبدأ نقب مسلا على الجدول ده بس انا مش عايز الفلتر ده هاجع علم كده على الخلية اللي معمول لها فلترة واجي هنا من قائمة هوم وادوس على سورت وهلاقي كلمة فلترة هي محطوطة هشيلها كده لغالي الفلتر من على الجدول طب تمام طب لو دوسنا كنتر الاف اتنين وعملنا معاينة للصفحة هلاقي الصفحة شكلها جميل معايا وتمام التمام ميت فل واربعتاش طيب اتفقنا ان انا لو عايز اوسع ممكن اعمل كده هنا معايا اهو طيب هنرجع تاني كده ونيجي عند الاسم والمرتب بالجنيه طيب انا عايز الخلية دي يبقى لونها معايا فهاجي هنا على واختاري اللون اللي انا محتاجه يتطبق معايا على الخلية طيب نبص كده وتشوف اللون اللي هيمشي معه حضرتك او مع الزوء العام لحضرتك او حضرتك حابب يبقى ايه عندك انا اخليه مسلا كده تمام لكن لو بصينا هلاقي هنا مفيش اعمدة بينهم هاجي دايس على خلاص عمال لي حدود ما بينهم طيب هننزل تاني كده على الجدول اللي احنا عملناه وندوس خلاص الجدول بقى معايا زي الفون كده انا ظهرت حدود الجدول طيب ايه تاني ممكن نعمله في الجدول نيجي لاهم تركاية اللي هي الترقيم التلقائي بس قبل الترقيم التلقائي حضرتك دلوقتي وانت شغال انت لو انت شغال دلوقتي على الموضوع ده وعايز تحدد بالزبط الشاشة على قد المساحة اللي حضرتك عليها بتحدد الجدول اللي انت واقف عليه او تدوس في اي خلية لو دوسنا في اي خلية هنا ودوسنا كنترول ايه هو بيعمل لي على الجدول فبدوس هنا بدل ما دوس على الزائد وانه اسواعه ده قبر وصغر وابقى اتعب نفسي باجعل علامة المية هنا وادوس عليها دوسة فبتخرج لي قائمة زي كده بقول له فت سليكشن فت سليكشن اهي تمام واقول له اوكي اداني مساحة الجدول على حجم الشاشة بالزبط بحيس ان هو يريح نظري طب انا عايز اقلله شوية عادي ممكن تقلل من هنا مفيش مشكلة اشتركوا في القناة